بضعة كيلومترات مربعة هي كل ما تبقى لتنظيم الدولة في سوريا حتى تنتهي المعارك ومعها تنتفي حاجة ميليشيا سوريا الديمقراطية للدعم الأمريكي بحسب ما يتذرع به الطرفان وقائع أخبار تكشف أن حجم الدعم الأمريكي للمسلحين الأكراد أكبر من أن يكون مقتصرا على قتال القلة المتبقية من تنظيم الدولة في سلسلة من الإختارات للكونغرس استعرضها موقع المونيتور الأمريكي تبين أن البنتاجون أعاد تحويل أسلحة ومركبات بقيمة ملايين الدولارات من العراق إلى سوريا في النصف الثاني من عام 2018 حيث كان من المقرر أن تكون تلك الأسلحة موجهة لدعم القوات الحكومية في العراق إلا أنها حولت إلى ميليشيا سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها المقاتلون الأكراد الأسلحة المحولة بتخطيط أمريكي تشمل خمسين عربة هامفي وعشرين مركبة مضادة للإلغام وأربعين ناقلة للأسلحة ونحو سبعمائة سلاح خفيف مضاد للدبابات فضلا عن نحو ألفين وخمسمائة قذيفة هاون البنتاجون أرسل إلى المشرعين آخر إختار بشأن إعادة جدولته لإرسالياته لعام 2018 في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني أي بعد 12 يوما من إعلان الرئيس دونالد ترامب قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا وشمل هذا الإختار كشفا بكمية الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد من أجل ماذا كل هذه الأسلحة مع انتهاء ذريعة الحرب على تنظيم الدولة أنقرى ما تفتأ تكرر تلك الأسئلة وتوجهها إلى واشنطن ليأتي الجواب مجسدا على الأرض بالمشروع الذي تتبناه الميليشيات الكردية مشروع قومي قائم على تهجير العرب من الجزيرة السورية وتحويل أسماء المناطق والبلدات إلى أسماء كردية وفرض مناهج تعليمية تتبنى فكرة حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرى ومعها واشنطن وعدد من العواصم الغربية وحتى العربية دون أن تعلن ذلك صراحة منظمة إرهابية